التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العرقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخلال استقباله وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن أكد الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين من جانبه أعرب بلينكن عن تقدير بلاده للجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني يستضيف الأردن اليوم مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأردن ومصر والأمم المتحدة وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش ويشارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن ويستهدف استدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين وأولويات التعافي رحبت مصر بالقرار الصادري عن مجلس الأمن الدولي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من تبادل للأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين بشكل آمن إلى منازلهم فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع داعية كلا من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جدة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد في كلمة لها في جلسة مساء أمس والتي خصصت للتصويت على مشروع القرار إن بلادها عملت مع مصر وقطر لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط كافة والمتعلقة بالمقترح الحالي موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وأضافت أن الفلسطينيين يدفعون الثمن وأن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذ بالتدهور أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة آخرين من لواء جفعاتي خلال معارك ضارية في رفح الفلسطينية يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة حيث استشد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف غرب مخيم النصيرات وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى أن ثلاثة شهداء بينهم طفلا وعدد من الجرحة وصلوا المستشفى إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في منطقة الزويدة وسط القطاع صدقت الهيئة العامة للكنسة الإسرائيلية على استمرار تشريع يمدد إعفاء اليهود المتدينين الحرديم من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يواف جالانت المنتمي لحزب الليكود والذي يرأسه بنيمي نتنياهو وصوت ضده وقرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوا بالكنسة مقابل 57 صوتا معارضا كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت قانونا شرع في عام 2015 ويقضي بإعفاء الحرديم من الخدمة العسكرية وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن رئيس الأركان هيرتسي هاليذي أبلغ الحكومة بأن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 15 كتيبة للقيم بالمهام المطلوبة يلقي رئيس الأزراء البريطاني ريتشي سوناك كلمة أمام الناخبين اليوم من المرتقب أن يعيدهم فيها بالأمن المالي ويكشف عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في الرابع من يوليو وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن خطاب سوناك سيشير إلى خطة لتحقيق الأمن المالي للفرنسيين وكانت الحملة الانتخابية لزعيم المحافظين صعبة في الأيام الأخيرة ومنذ بداية الحملة وعد المحافظون بتخفيضات ضريبية إضافية واتهموا المعارضة العمالية بقيادة كيرس تارمر بالرغبة في زيادة العب الضريبي على الأسر اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما على الساد الرابع والعشرين من سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفية الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والاربعين من عمر اللقاء قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقيقة السبعين وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول بينما ارتفع رصيد منتخب غينيا بيساو إلى ست نقاط انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل